يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الترند حلقة اليوم مهمة لأنها بتصبق مباراة اليوم بين الأهلي وطلاع الجيش في عاشر مباريات الأهلي في بطولة الدوري مباراة غاية في الأهمية فكل الكواليس اللي بتتعلق بهذه المباراة وما قبل انطلاق صفارة البداية هتكون معنا على مدار حلقة اليوم من هذا البرنامج كمان عندنا أخبار كتير سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي وكمان أمور ومواضيع هنتكلم فيها بخصوص نادينا الحبيب النادي الأهلي بالتالي حلقة مهمة في مختلف فقراتها بإذن الله تعالى لكن دايما بيكون مهم بالنسبة لنا تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وهو بيتعلق بالمباراة وتوقعات حضراتكم لنتيجة المباراة اليوم تواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على سوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وفي الجزء الأخير من الحلقة كالعادة هناخد تعليقات حضراتكم من البداية بتكون بأهم وأبرز العنوين نشوف في ترند الأهلي الفريق يبدأ رحلة استعادة قمة الدوري بمواجهة الطلاقع البن حكماً لمباراة الأهلي والجيش أما في الترند العالمي كلوب صلاح خارج التقيق مطشط كتير جداً النهاردة في مختلف الدوريات خلينا نبتدي بالدور المصري مباراة لعبة الساعة 2.30 مساء وانتهت بفوز البنك الأهلي على أسوان وأول هزيمة لكابتن علاء عبدالعالي مدير الفني لأسوان بعد 33 يوم تقريباً من توليل المسئولية وكان عمل نتاج جيدة جداً لكن تفوق البنك الأهلي بنتيجة 2.00 ومباراة تانية في الدوري المصري طبعاً مباراة الأهلي وطلاق الجيش هتكون الساعة 7.30 مساء بإذن الله كل التوفيق لنادينا الحبيب النادي الأهلي فيما تعلق بالدوري الإنجليزي عدد من المباراة الهمة جداً في الجولة رقم 26 من هذه المسابقة كريستال بلس لعب الساعة 2 الدهر أمام فولم ومباراة انتهت بالتعادل السلبي 0.00 أيضاً كان فيه مباراة أخرى في نفس التوقيت ما بين لستر سيتي وأرسنال أرسنال فازو بنتيجة 3.01 أما في هذه اللحظات في المباراة انطلقت فيه تمام الساعة الرابعة عصراً ما بين توتنام وبرنلي توتنام متقدم بنتيجة 3.0 أهداف بيل وكين ولوكاس مورا أما فيه تمام الساعة السادسة ونصف مساء قمة هذه الجولة ما بين تشيلسي ومانشستر يونيتد مباراة تكون قوية جداً والساعة 9.45 مباراة تهمنا قوي ما بين شيفلد يونيتد وليفر بولنج مباراة مصري محمد صراح إن شاء الله يكون موفق في هذه المباراة أما بخصوص الدوري الأسباني فعدد أيضاً من مباراة الهم سيلتافيجو لعب مع بلد الوليد مباراة انطلقت الساعة 3 عصراً انتهت دفوز بلد الوليد بنتيجة 1.0 5.45 مباراة قادش وريال بيتيس 7.5 مباراة غرناطا مع إليتشي والساعة عشر بالليل فيا ريال مع أتليتكو مدريد أما الدوري الإيطالي فأيضاً في مباراة كثيرة بداية من سامبادوريا وأتلانتا مباراة تدت الساعة 1.5 انتهت دفوز أتلانتا بنتيجة 2.0 كروتوني مع كالياري مباراة بتطلع في هذه اللحظات انطلقت الساعة 4 اتعادل مازال سلبي ما بين فريتين نفس الحال بالنسبة لأودنيزي وفرنتينا نفس التوقيت ونفس النتيجة أما انتر ميلا فهو متقدم على جنوا بنتيجة 1.0 مباراة أيضاً انطلقت الساعة 4 العصر أيضاً نايس مراتين كمان في الدوري الإيطالي نابولي مع بين فينتو دي مباراة الساعة 7 ورما مع ميلا مباراة الساعة 10 إلى ربع لكن فيما اتعلق بمباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا ففي مباراةين مباراة اعتقد انها انتهت ما بين شباب بلوزداد الجزائري وماموليدي سانداونز بنتيجة كبيرة جداً لصالح سانداونز 5.1 مباراة تساعة 3 العصر والنتيجة كبيرة بسبب بسيط جداً ان فريق شباب بلوزداد طرد من عنده لاعب فيه تمام الدقيقة الرابعة من أحداث المباراة كان طرد بضربة جزاء على طول فبالتالي فتحت المباراة بشكل كبير لسانداونز اللي تفوقه من نتيجة 5.1 الوداد الرياضي المغربي حيلعب مع كازل تشيفز أيضاً في المباراة كانت المفروض تتلعب من أسبوع فات هتتلعب المباراة دي الساعة 6 مساء دي مباراة دوري أبطال أفريق طيب لكن لسه التفاصيل وأبرز الأحداث اللي بتتعلق بكواليس أخيرة خاصة بفريقنا النادي الأهلي قبل مباراة اليوم كلها هتكون معنا بعد الفاصل استنم طبعاً مباراة الأهلي والجيش النهاردة مباراة غاية في الأهمية ومليئة بالتحديات ومهمة بالتحديد بالنسبة لنادي الأهلي في مشواره نحو السعي للوصول لقمة الدوري وهو الفرصة بالنسبة له سنيحة جداً لو فاز في مباراة المؤجلة بالتالي إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة عندي حديث كتير جداً بخصوص مباراة اليوم بس أنا عايز في البداية أطامن حضراتكم على آخر استعدادات وكواليس فرقة النادي الأهلي في مقر الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة سريعاً من خلال زميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي المتواجد في مقر إقامة النادي الأهلي يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك زميل العزيز أمير الشام برحب بيك في البداية وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي أهلا بك يا كريم منورنا عايزين نطمن خلالك على كل الكواليس اللي بتتعلق بفريق النادي الأهلي قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة اليوم الهمة جداً أمام طلعة الجيش اتفاضع ركтуب كريم بأكد على كلامة كمير تحدي جديد النهاردة الفريقة للنادي الأهلي وعودة من جديد لبطولة الدور العام المباراة المحلية النهاردة مباراة صعبة على كل الفريق سواء على النادي الأهلي ونادي طلعة الجيش يمكن النادي الأهلي تعصروا في المباراة الأخيرة النهاردة بنتمنى يكون الدوافع متجددة والرغبة قوية جدا للعيبة النادي الأهلي والتركيز يكون كبير سواء للعيبة النادي الأهلي وأيضا كمان لقى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني اللي أدى تدريبين مميزين جدا شفنا الروح وشفنا الأداء وشفنا الجدية الحقيقة تحديدا كمان فيه الميران الأخير اللي كان على ملعب مختارة تيتشنت عارف يا أمير طبعا بنأكد في كل مرة الفصل مهم جدا ودي اللي بتميز النادي الأهلي بتميز جهازه إن لابد يكون فيه فصل تام للبطولة الأفريقية مؤقتا ثم الدخول بدوافع جديدة لبطولة الدوري العام ممكن في نورة جديدة كان العادة طبعا يقبير في فندو الإقامة اليوم الاعتيادي لفريق النادي الأهلي سواء وجبة فطار أو وجبة غداء لكن محاضرة الفنية الأخيرة اللي كانت في تمام الساعة الرابعة 20 دقيقة كانت محاضرة بيتسو موسيماني في فندو الإقامة الرجل التكلم باستفادة بشكل كبير جدا خلال 48 ساعة الماضيين سواء يوم الجمعة اللي كان وضع الرطوش الأخيرة وأيضا كمان اختيار التشكيل والتكتك اللي هيقوم بيه نهاردة لعيبة النادي الأهلي في مباراة اليوم طلاعي الجيش والأهلي أو الأهلي وطلاعي الجيش على استاد الأهلي والسلام في تمام السابعة والنصف كل الأمور الحمد لله ماشية بشكل طيب لفريق النادي الأهلي بنشوف تجمعات لعيبة أمير بعد كل وجبة غداء أو أيضا كمان الفطار اللعيب عرف أهمية المرحلة اللي جاية ويمكن كمان زي ما أكدنا قلنا أكتر من مرة جمهور النادي الأهلي وأعضاؤه لا تتوقف الطموح أبدا عن بطولة واثنين وثلاثة لا عايزين كل سنة نحقق كل البطولات فداعيب كبير جدا على عيبة النادي الأهلي لكن بنأكد في كل مرة ثقاتنا كبيرة في كل اللعيبة عارفين إن شاء الله نهاردة يكون مباراة جيدة وقوية لكن يارب يكون دخولنا جيد بيتسو موسيماني يكون موافق النهاردة كمان في اختيار التشكيل الجمل التكتكية اللي حفزها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني مع كابتن يا سامي موسيماني نفذها لعيبة النادي النهاردة ومردود كمان الحماس اللي شايفينه مع لعيبة النادي الأهلي وجلستهم يا رب إن شاء الله يكلل بالنجاح ويساعدنا النهاردة فريق النادي الأهلي في ثلاث نقاط يكونوا مهمين كالعادة في وصوله للمركز التاني موقعا والاستعادة من جديد كعادة النادي الأهلي لاستعادة لقب بطولة الدوري العام وتصدر جدول الدوري خمسة ونص مباشرة يا أمير هنتوجه من هنا على طول مباشرة إلى استعادة الأهلي والسلام لسه حتى زي اللحظة خلاص نقول هتتوافد لعيبة النادي الأهلي على الحفلات المتواجدة طبعا أمام فندو اللقامة القريب جدا من استعادة الأهلي والسلام لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون يوم موفق للعبين وأيضا كمان موفق لطاقم التحكيم وكل اليوم يكون سعيد جدا على جمهور النادي الأهلي أنا معاك يا أمير بردل وفيق طيب بالتحديد يا كريم عايز أتكلم على عودة بعض اللعبين في قائمة النادي للأهلي ويمكن أهمهم طاهر محمد طاهر عودتهم الإصابة عودة كمان حسين الشحات في المباراة حسين كان غايب الفترة الفاتت مثلا على مباراة الأفريقية بسبب الإقاف لكن في كل الأحوال اتنين لعيبة مهمين جدا هل من الممكن أو من الوارد أن احنا نشوف الاتنين في التشكيل الأساسي من بداية المباراة ولا لسه الأمور مش متضحة بالنسبة لتشكيل النادي الأهلي هل حيبا فيه تعادلات برضو يا كريم زي ما سمعنا في التشكيل ولا لأ طمن بالتأكيد طبعا زميلي أمير نوطة مهمة جدا وهي يمكن زي ما بيغيب عندنا بعض اللعبين لكن بيعود لنا الحمد لله يمكن طهر محمد طهر يمكن يعني ظهر بشكل طيب ومميز جدا في التدريب الأخير بجانب حسين الشحات يمكن حسين ما كانش عنده أصابة انت عارف كان عنده إيقاف في المباراة الأخيرة لكن الواضح ومن اللي احنا بنشوفه هيكون ليهم دور النهاردة ان شاء الله فيه تشكيل الرسمي لفريق النادي الأهلي لكن ممكن نشوف الأدوار مختلفة لبعض اللعبين تعرف طبعا ما بنحبش ان احنا نتكلم على التشكيل أو نقدر نقول الأقرب ايه وكده على قد ما احنا بنتكلم ان النهاردة ممكن يكون فيه أدوار جديدة ممكن نشوف فيه تاكتك جديد نهاردة كمان هيبقى أكيد يعني اللي احنا شايفينه من خلال متابعتنا للتدريبات التلت الأمامي يكون فيه ضغط كبير جدا للأطراف هيكون لها شغل فيه بعض التركات كده يمكن شوفناها في التدريب الأخير لبيتسو مسماني يا رب ان شاء الله لعبتنا النهاردة تنفذ التعليمات على أكمل وجه لان يمكن اللي احنا شوفناه لو طبق بشكل مميز جدا زي ما شوفناه في التدريب هيفرق مع نادي الأهلي ونقدر نحرز هدف واتنين وثلاثة لكن أهم من كل ده عمير هي روح النادي الأهلي وشخصية البطل اللي بنأكد عليها كل مرة لو فيه روح وفيه جدية وفيه حماس ان شاء الله ربنا هيكرم اللعبة لأن الكل بيكتهد المجلس إدارة بيكتهد بيكتمع بجهاز الفني باللعبين بلجنة التختيت الجهاز الفني بيكتمع باللعبة اللعبة بتكتمع مع واضاة لكن لو غاب التوفيق الأمر بيكون صعب شوية لكن النهاردة ان شاء الله بإذن له يكون التوفيق معنا ولعبتنا يكون في قم التركيزة ويقدر النادي الأهلي يكون مصدر السعادة لكل جمهور النادي الأهلي طيب كريم دايما بعد أي هزيمة للنادي الأهلي وده أمر بيبقى نادر في الحقيقة بيبقى فيه بشكل طبيعي وتلقائي بعض الضغوط الكبيرة سواء على الجهاز الفني أو على اللعبي الفريق إزاي بيتم التعاون مع الضغوط دي من خلال متابعتك بشكل قريب جدا من الجهاز الفني واللاعبين بيتعاملوا إزاي مع المرحلة دي تحديدا وبالتحديد كمان بعد الهزيمة الأخيرة أمام سيبا تنزانيا ولازم نأكد برضو يا كريم إن ده أمر وارد فكرة القدم أنت مش بتلعب لوحدك بتلعب في منافسات مختلفة كلها غاية في الصعوبة يعني بالتأكيد طبعا يعني الضغط ما موجود أكيد في كل البطولات بل قادر لعبة النادي الأهلي لازم يواجه أي ضغط وأي انتقاد بالملعب وبالروح اللي في الملعب وبالنتائج وبالأداء المميز جدا أكيد فيه ضغط على لعبة النادي الأهلي لأن المرحلة صعبة والتحديات كبيرة جدا الفترة اللي جاية عندنا تلاحم كبير في المباراة عندنا مباراة بطولة الدولة العام إحنا لسه يمكن عندنا أكتر مباراة مؤجلة هنعود من جديد لمباراة فيتا اللي لها حسابات خاصة كبيرة جدا مع الجهاز الفني واللعبين وجمهورة للنادي الأهلي لكن الضغط موجود لكن اللي بنراهن عليه على طول هو شخصية لعاب النادي الأهلي إحنا إزاي نقدر نطلع من الضغط ده وده الدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الفني بيقوم بيه كابتن محمود الخطيب بكلمات بسيطة باجتماعات بسيطة لكن رسالتها بتكون لها هدف كبير جدا ومرضودها إن شاء الله بنتمنى يكون متواجد النهاردة ومتواجد خلال البطولة الأفريقية عندنا سقة كبيرة في كل اللاعيبة في بطولة الدورة العام أو في البطولة الأفريقية لكن زي ما معودنا لعباة النادي الأهلي ومعودنا الجهاز الفني صفحة بنقفلها بنبدأ في اللي بعديها يا رب إن شاء الله بإذن الله النهاردة تكون انطلاقة لعباة النادي الأهلي في مباراة طلاقة الجيش بروفها تكون مهمة جدا هنتطمن على المعنويات هنتطمن على الدوافع هنتطمن على رغبة اللعيب ان شاء الله قبل المباراة الهامة جدا وهي مباراة فيتا كلاب باطل الكنو طيب هسألك سؤال يا كريم خارج مباراة النهاردة تحديدا بس هو بيهم جمهور النادي الاهلي وبيتعلق بأحد أبرز اللاعبين وبالتحديد علي معلول والكلام عليه كثير بخصوص الـ 24 ساعة اللي فاته وبخصوص هل يقدر علي معلول يلحق مباراة فيتا كلاب ولا الامور بالنسبة له هتبقى صعبة من خلال متابعتك انت وقربك من الاحداث وتدريبات النادي الاهلي كما هو المعتاد في الحقيقة وبتغطي كل الامور بشكل مميز مدى فرص او مدى امكانية لحاق علي معلول بمباراة فيتا كلاب بإذن الله علي معلول طبعا واحد من العناصر المميزة جدا ان كنا بنتمنى هو يكون متواجد معنا لكن يعني الاصابة يا رب ان شاء الله يكون بإذن الله ما اتطولش معها لكن من خلال المتابعة ومن خلال اسئلتنا للجهاز الطبي مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبلا يعني نسبة لحاق علي معلول بمباراة فيتا صعبة شوية امير يعني احنا ممكن لعيدنا كورة وعارفين الامر عاملت ازاي مفيش مخاطرة هكون مع علي معلول في هذا الامر لان العضلة خلفها انت عارف محتاجة تقني بشكل كبير جدا ومحتاجة يكون في تدرق كمان في التدريبات الجامعية علي ما شاركش في التدريبات الجامعية اه لسه مباراة فيتا لسه امامها وقت شوية لكن يعني هيبقى صعب شوية الامر على علي معلول ان هو يكون متواجد لكن بنتمنى حتى لو وجوده امير على دكة البودلاء هيبقى دافع وحافظ كبير جدا لكل اللعيبة بقيمته الكبيرة وخبرته الكبيرة بالزبط لكن فنيا ان هو يكون متواجد يعني امر هيكون صعب شوية لكن بنتمنى علي ان شاء الله بإذن الله يكون متواجد هو ماشي في البرنامج الحقيقة بشكل المميز عنده اصرار كبير ان هو يعود مع النادي القلي لكن التأني المطلوب جدا امير في حالة زي علي معلول لانها تحتاجه الفترة اللي جاية بشكل كبير جدا ومنبعدش طبعا عن محمود وحيد اللي بيقوم بدور كبير جدا جاي من بعيد جدا محمود وحيد بيقدي اداء مميز جدا بنتمنى له كمان النهاردة كل التوفيق يكون متواجد ويقدي اداء مميز هي دي اللي الروح وهي دي القيبة النادي القلي المتواجد عندناش اساسي ما عندناش حتاطي علي متواجد محمود متواجد ده اللي بنراهن عليه لكن يا رب ان شاء الله علي معلول مع شوق جمهير النادي القلي يعود سريعا ويشارك مع النادي القلي سواء في البطولة المحلية وايضا كمان في البطولة الافريقية بإذن الله كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا المجهود الوافر وهذه الأخبار الهمة جدا زمينا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي كان معانا من مقر إقامة الفريق قبل التحرك بدقائق قليلة لإستاذ الأهلي والسلام استعدادا لمبرات اليوم اللي هتكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء مهم لكن لا يقلل إطلاقا من محمود وحيد والظهور المميز اللي اتظهر به على مدار المبراتين اللي فاتوا سواء أمام المريخ أو أمام سنبا عمل مبرات كبيرة جدا وطمنا بشكل أكبر على المركز ده عندي تفاصيل أخرى تتعلق بالمبرات وبعض الأرقام المهمة وبالتحديد فيما تتعلق كمان بحكام مبرات اليوم هنروح بس الفاصل الأول وبعد الفاصل نرجع نتكلم في كل هذه الأمور استنوا طيب الحديث عن مبرات اليوم لم ينتهي ده طبعا بسبب أهمية هذه المباراة بالنسبة لنادي الأهلي وصعوبة هذه المباراة أيضا بخصوص مواجهة فريق قوي زي فريق طالع الجيش بيضم قلمة مميزة جدا من اللاعبين ممكن يكون حجم الأسماء الموجودة ما يدلش إطلاقا على المركز المتواجد فيه فريق طالع الجيش أو نتائجه على مدار الفترات اللي فاتت المختلفة لكن تبقى مبارات الأهلي وطالع الجيش مبارات غاية فيه الصعوبة عايز أتكلم مع حضراتكم عن حكام مبارات اليوم حكم الساحة الكابت محمود البن حكم مساعد هاني عبد الفتاح حكم مساعد رضا جبر وحكم رابع عباس حسن حكم فيديو وائل فرحان ومساعد حكم فيديو مصطفى عصمان ده فيما يتعلق بحكام مبارات اليوم نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في إدارة هذه المباراة بشكل جيد أما بخصوص قائمة النادي الأهلي أنا عايز أفكر حضراتكم بقائمة الفريق اللي مبارات اليوم واللي اختارها مستر بيتسو ومسماني بالأمس عقب انتهاء الموران وبتشهد عودة بعض اللاعبين زي ما تكلمنا لعبين مهمين جدا وأيضا فيه غياب للبعض الآخر في حراسة المرمى محمد الشناوي علي اللطفي ومصطفى شبير زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة في خط الدفاع ياسر إبراهيم بدر بنون محمد هاني أيمن أشرف سعد سمير محمود وحيد حمدي فتحي ده فيما يتعلق بخط الوسط حمدي فتحي وعمر السلية أليو ديانج أكرم توفيق محمد مجدي أفشة والكهرباء وطاهر بحمد طاهر والجونيور أجيي وحسين الشحات أما بخصوص خط الهجوم فهما السلاسي محمد شريف ومروان محسن وولتر بواليا ده قائمة النادي الأهلي ننتظر طبعا التشكيل قبل انطلاق المبرى حوالي ساعة نعرف تشكيل النادي الأهلي الرسمي لمبرىات اليوم إن شاء الله الفريق يكون موفق والجازف أن يكون موفق في إدارة هذه المبرىات طيب تاريخ مواجهات الأهلي وطالع الجيش الأرقام دي يعني بتهوى أو بتبقى مهمة بالتحديد عند عدد كبير جدا من جماهير هي طبعا ما تبقاش مقياس قبل أي مبرى لكن تبقى أرقام مهمة وبتدي دوافع بشكل أو بآخر للمتفوق في هذه الأرقام وفي الحقيقة النادي الأهلي هو منتفوق في مجاهته المباشرة أمام فريق طالع الجيش تحديدا في بطولة الدوري الأهلي وطلق على لعبه 27 مبرى الأهلي فاز في 22 رقم كبير جدا من شاء الله اتعدلوا في 5 وطالع الجيش مفاش على الأهلي في ولا مبرى في بطولة الدوري الأهلي قدر أنه يحرز ويهز شباك فريق الطلقع بـ 58 هدف عدد كويس برضو من الأهداف واستقبل في المقابل 12 هدف فقط من فريق طلقع الجيش ترتيب الفريتين في جدول الدوري قبل انطلاق مباراة اليوم الأهلي في المركز الرابع وده بسبب أن الأهلي ليه بعض المباراة المؤجلة الزمالك هو المتصدر بس الزمالك لعب 3 مباراة زيادة عن النادي الأهلي في المقابل طلقع الجيش في المركز الرابع عدد النقاط الأهلي 21 الطلقع 12 الأهلي لعب 9 مباراة الطلقع لعب 13 مباراة الأهلي في 9 مباراة فاز في 6 مباراة في المقابل طلقع الجيش في 13 مباراة فاز في 3 فقط اتعادل الأهلي 3 مرات نفس العدد بالنسبة برضو طلقع الجيش 3 مرات الأهلي لم يخسر حتى الآن نشاء الله والطلقع كسر 7 مباراة الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم في 9 مباريات ليه 19 هدف عدد مميز جدا في المقابل طلاع الجيش ليه 14 هدف فيه 13 مباراة الأهلي عليه 4 أهداف فقط والطلاقة عليه 17 هدف هدفين الفرقتين بالنسبة لنادي الأهلي محمود عبد المنعم كهرباء 4 أهداف ومحمد شريف بنفس الرصيد أما بخصوص طلاع الجيش هو أحمد سمير 6 أهداف وأعتقد هو أحد هدفين هذا الموسم حتى الآن عايز أفكر حضراتكم كمان بمباريات الأهلي المؤجلة في بطولة الدوري الأهلي يوم 10 مارس عنده الإسماعيل هي مباراة خاصة بفريق الإسماعيل الأهلي هو اللي حيكون الديف على الإسماعيل فيه الجولة رقم 12 يوم 18 إبريل الزمالك والأهلي فيه الجولة رقم 4 وهي مباراة نادي الزمالك مباراة مؤجلة من جولة رقم 4 ويوم 21 إبريل الأهلي واسموحها في الجولة 11 مؤجلة من جولة 11 و24 إبريل مباراة مؤجلة أخرى ما بين أمبي والأهلي في الجولة 13 دي بعض الأرقام وبعض الأمور الهمة جداً اللي من خلالها إن شاء الله الأهلي يقدر أنه هو يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام سنبا في دورة أبطال الأفريقية دي بطولة مختلفة بطولة الدورة هي بطولة أيضاً من ضمن البطولات المفضلة بالنسبة لجمهير النادي الأهلي هروح لفاصل سريع بعد الفاصل هنرجع نكمل ونشوف تفاصيل كمان إصدافة أستاذ الأهلي والسلام لمباراة اليوم من خلال تواصل على الهواء مباشرة مع زاملنا العزيز هناك في ملعب المباراة بعد الفاصل هايزين نتطمن على تفاصيل أكتر بتتعلق بملعب المباراة بتتعلق أيضاً بفريقنا فريق النادي الأهلي وأيضاً ممكن تكون متتعلق بفريق طلع الجيش فخلينا سريعاً نروح لزاملنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي المتواجد في استاذ الأهلي والسلام عشان نتطمن من خلاله على كل الاستعدادات اللي بتتعلق باستضافة مباراة اليوم يا فاروق أهلاً بيك كل التحية لك زميل العزيز أميري شام وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من استاذ الأهلي والسلام ويعني قبل ساعات قليلة من المواجهة اللي بتجمع ما بين فريق النادي الأهلي وطلع الجيش في الجولة الرابعة عشر للدور المصري يعني أمير من الأهلي بيعود خلاص بنقفل صفحة الملف الإفريقي والأجواء الأفريقية بنعود للأجواء المحلية بعد غياب دام لأكثر من ثلاثين يوم يعود من جديد النادي الأهلي لمواجهة فريق الطلع الجيش ويعودة من جديد للأجواء المحلية تقدر تقولي أمير للنادي الأهلي عقب المران الأخير لفريق النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني طبعا وأعلن القائمة اللي بياخد بها اللقاء وطبعا استمرار للغيابات اللي موجودة في فريق النادي الأهلي وليد سليمان وعلي معلول وصلاح محسن وناصر مير وأيضا غياب رامي ربيع وإحمد رمضان بيكم وإلى النظرة أو الرؤية الفنية مستر بيتسو موسيماني عن هذا اللقاء لقاء مهم جدا طبعا أنت عارف أمير مواجهة فريق طلع الجيش اللي كان آخر مواجهة جمعة ما بينه وما بين النادي الأهلي فيه كأس مصر فيه نهاية كأس مصر الموسم المنقدي نتكلم على اللقاء النهاردة أو استعداد الملعب عايز أقولك أن ملعب الأهلي والسلام بيتزاين النهاردة إن شاء الله لاستقبال اللقاء حالة الملعب على أفضل لما يكون أنت عارف المباراة بتقع تحت تنظيم للنادي الأهلي فيش أفضل من كده طبعا أنت عارف الأمور اللي بيتولى فيها تنظيم للنادي الأهلي اللي بتبقى على أجمل صورة يعني من دقائق كان وصول طاقم التحكيم اللي بيدير هذا اللقاء بقيادة حكم اللقاء محمود البنة اللي بيعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول ورضا جبر والحكم الرابع عباس حسن اتنين حكام فيديو والمجد ومصطفى عثمان كان ليه حديث مع الكابتن محمود البنة وبالمناسبة دي أول لقاء للكابتن محمود البنة أن يديره للنادي الأهلي هذا الموسم بأول مواجهة يعني هيديرها كابتن محمود البنة للنادي الأهلي كانت آخر مواجهة كانت لقاء الدور الثاني مع فريق بيرامدس عايزة أعربك أيضا يا أمير من كواليس المعسكر الثاني فريق لطراء الجيش اللي بيقوده الكابتن عبد الحميد كابتن عبد الحميد الباسيوني ويعني اللي فرض حلم السرية بالأمس على المرامي الأخير للفريق ويعني يشتغل على يعني أهلا عايز يعني يعني قال اللعابين نحاول أن نمتص الحمس اللي هيبقى عند العيب النادي الأهلي بعد الإخفاق الإفريقي والعزيمة الأخيرة أمام فريق سنبا عايز يستغل هذا الأمر بيستعين يعني بيرجع عنده أربع لعابين كان غابوا عن اللقاء الأخير اللي كان جمع ما بين طلع الجيش والقناة في دور الاثنين وتتين لكأس مصر هم عمر جمال وناصر منسي وعمر السيسي وخالد سطوحي أربع عناصر من العناصر الفعالة كابتن عبد حميد باسيوني كان طبعا تولى المسئولية خلفة للكابتن طارق العاشري يقدر أنه يستعين ببعض يعني اللعيبة في الفترة الأخيرة اللي شفناها تظهر مع فريق طلائع الجيش أيضا بيشتغل على العمل النفسي وهو يعني كابتن باسيوني ومعه الكابتن ياسر علي طبعا واحد من أبناء النادي الأهلي عارف قيمة مباريات النادي الأهلي وعارف استعداده ويستعداده اليالي بيشتغل مع اللعابين على هذا الأمر حاول يركز على بعض الجوانب الخططية بحاول أنه أقل يعني لو ما قدرتش أن أنا أفوز بالتلب الثلاث نقاط حاول أن أنا ما فقدش النقطة اللي أنا جاي بيها طبعا بي تعليماته للعابين لكن إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذا اللقاء عايزك برضو أمير يعني أقربك من النقطة مهمة جدا إن النادي الأهلي النهاردة هيظهر بالزي الرسمي النادي الأهلي الزي الأحمر والشرط الأبيض بينما فريق طلع الجيش هيظهر بالرداء الأبيض والقميص الأبيض والشرط الأسود زي المميز لفريق طلائع الجيش أنا موجود معك يا أمير لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل فيه نقطة كمان مهمة فاروق بخصوص فريق طلع الجيش وفيه بعض اللعبين المنتشيين بسعادة وفرحة كبيرة جدا بعد تواجدهم في القائمة المبدئية المنتخب مصري زي مهند لاشين وأحمد سمير أحد أبرز لعبي فريق طلع الجيش وفيه عدد كبير كمان من اللعبين المميزين في هذا الفريق لكن ده أكيد هيكون دافع إجابة بالنسبة لهم عشان يثبتوا أحقيتهم بالتواجد في القائمة حتى لو قائمة مبدئية بخصوص منتخبنا الوطني اللي أعلن عنها الكابتن حسام البدري وده ممكن يزود من صعوبة المباراة بكل تأكيد عن نادي الأهل نقطة في غاية الأهمية أنت أصرتها يا أمير هو بالفعل المجموعة اللعبينة والعناصرين أنت أصرتها عناصر مؤثرة جدا لفريق طلع الجيش يعني أنا تبقى مباراة طلع الجيش وفترة الأخيرة فعلا مهند لاشين وأحمد سمير الكنين من اللعبين المؤثرين جدا في فريق طلع الجيش مميزين جدا مع الناصر مانسي مع عمر جمال اللي بدأ بيستعيد مستوى بصورة أكثر من رائعة واحد من المهاجمين المميزين جدا في كرة القادم المصرية طبعا اتمنى له كل التوفيق بس ما عاد موتش النهاردة بإذن الله أمير كواحد من أبناء النادي الأهلي كلها وعايز أقول لك برضو أمير أنت يعني في هذا الأمر أن الكابتن رب حبيب باسيوني قدر النو يلم الأوراق أنه كان فريق طلع الجيش في بداية الموسم طبعا كان فيه تزبزب في المستوى وفي النتائج قدر أنه يلم الأمور شوية في الفريق ويرجع بعض اللعيبة للملعب من النقاط المهمة جدا برضو أمير اللي بنتكلم عليها أن جماهير النادي الأهلي وانت عارف الطموح اللي عند جماهير النادي الأهلي يعني كان فيه بعض الزعل أو مش أقول بعض كان فيه زعل كتير جدا من الجماهير على اللقاء الأخير والأجواء الأفريقية والأزيمة أمام سيمبا ولكن انت عارف أن ده الطموح بصراحة لأن الأهلي ما كانش فيه أفضل مستوياته وكان سيء جدا في هذه المباراة بصراحة هو ده النادي الأهلي أمير وهي ده جماهير النادي الأهلي أنا أسألك يا أمير وانت كنت موجود مع النادي الأهلي طبعا في تغطية كأس العالم للأندية وانت طالع من وانت واخد ثلاث عالم وانت فايز على بالمراس انت كنت موجود في الملعب الجامير كابتقول لك يا أمير السوبر كابتقولي السوبر يا أهلي كابتنادي للأهلي وانت لسه في أجواء في الأجواء اللي احتفال بكأس العالم والميدالية البرونزية الجامير بتطلبك بالسوبر وبالعشر هو ده طموح النادي الأهلي وهو ده طموح جماهيره وهو دايما بنقولي الرسالة اللي كان يعني الجلسة اللي جامعت ما بين الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط مع الجهاز الفني وأعتقد للعبين كان لها أثر بالغ يعني هو اللازمة جاء بادري نحن ما كناش نتمناها بس هي جاء بادري شوية النهاردة أمير اللعيبة ان شاء الله على قدر تموح الجماهير ان شاء الله انه هتكون بداية النهاردة لاستكمال المشوار المحلي وكون بروفة قوية قبل المباراة الصعبة جدا أمام فيتا كلاب ان شاء الله اللي هتكون ان شاء الله يعني يتمني فقط توفيق بإذن النادي الأهلي كمل مشواره نحو العشيرة بمشيئة الله بإذن الله فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية زمينا العزيز فاروق صلاح مرسلنا المميز كان معانا على الهواء من أستاذ الأهلي والسلام وقبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة اليوم إلا الهمة لما منيجي نتكلم على زعل جمهوري النادي الأهلي من أداء الفريق ماسو مباراة صينبا فهو له كل الحق في الحقيقة كل جمهوري النادي الأهلي ان هم يزعلوا لكن في نفس الوقت الزعل ده مصحوب بثقة كبيرة جدا في جهاز فني ولعبين قدروا ان هم يجيبوا دوري أطال أفريقيا فمن نفسها كانت صعبة قدروا ان هم يجيبوا دوري عام فمن نفسها أيضا كانت صعبة قدروا ان هم يجيبوا كاس مصر بصعوبة بلغة قدروا ان هم يجيبوا البرونزية في كاس عالم وبالتحديد المباراة المركز تيت مع فريق قوي جدا زي فريق بلميراس فكل ده رصيد ليهم عند الجمهور طبيعي جدا للأهلي يتعرض لكبوة لهزيمة ده أمر عادي في كرة القدم مش هيفضل الأهلي عطول يكسر الأهلي هيخسر تاني عادي بتحصل في الكور لكن الأهم الناتج مع نهاية كل موسم احنا في انتظار الناتج اللي بإذن الله يكون على غرار الموسم المنقضي واللي قدر نادي الأهلي يحق فيه ألقاب مميزة جدا هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحل يلا بنا اشتركوا في القناة تريند الأهلي أكيد الحديث فيه هيكون بشكل أكبر عن مباراة اليوم نبتدي بالصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي واللي حطها ديزاين لمباراة اليوم يوم المباراة بتواجد والتر بواليا مهاجم الفريق جنب النصر والمهاجم ده في الحقيقة مميز محتاج ثقة بس وطبيعا لما انت تتنقل نقلة كبيرة تروح للنادي الأهلي يعني بتبقى فيه خطة شوية إن شاء الله مع توالي المباريات والتر بواليا يخش في منظومة النادي الأهلي ومنظومة الفرقة تحديدا عشان يتقلق وناخد النتيجة المنتظرينها من هذا اللعب المميز يعني تنويه عن معادل المباراة مباراة الأهلي وطلاق على الجيش في الدوري الممتاز سبعة نص على أستاذ الأهلي والسلام خلينا كمان نروح للتشكيل المتوقع وده من حساب الرسمي اللي يعلقور على فيسبوك وده مجرد تشكيل المتوقع وبيقوله محمد الشنوط في حص المرمى ياسر إبراهيم بدر بنون كاثنين مساكين ظهير أيصر محمود وحيد ظهير أيمن محمد هاني في نص الملعب عمر السلية والاختيار أو يعني بيتوقعوا واحد من اتنين أليو دينج أو حمدي فتحي وده باديه في الحقيقة وقضامهم محمد مجدي أفشة سلاسي خط الأمامي جونير الأجاي حسين الشحات بيعود ومحمد شريف كعنصر أساسي حنشوف بعد ساعات قليلة ممكن ساعة بس من دلوقتي نعرف تشكيل رسم النادي الأهلي لكن نفس الحال من خلال حساب الرسمي اللي في الجول على تويتر وبيتوقع أيضا تشكيل النادي الأهلي لهذه المباراة وبيقولوا عودة الشحات ضد طلاع الجيش وشريف يقود الهجوم واضح إن فيه إجماع على إن محمد شريف هيكون متواجد بشكل أساسي في مباراة اليوم لكن برضو الله أعلم هنشوف إلا هيحصل لكن هنا بيتوقعوا بيقولوا إن محمد شريف أو عفوا محمد الشناوي هيكون في أحراسة المرمى اتنين في خط الدفاع عبدر بنون وياسر إبراهيم زهير أيمن أشرف وزهير أيصر أيمن أشرف زهير أيمن محمد هاني اتنين في نصف ملعب عمر السلائي وحمدي فتحي قدامهم حسين الشحات محمد مجدي أفشا جونرل أجي والمهاجم محمد شريف هننتظر ونشوف التشكيل الرسمي بإذن الله لكن في المقابل هنا الوطن الرياضي وبتكلمه فيه جزئية مهمة جدا هي بتتعلق بأهداف بالنسبة للنادي الأهلي من مباراة اليوم وهذه المباراة قوية أمام طلع الجيش ثلاث أهداف تحديدا بيقولوا استعادة الثقة بعد الخسارة من سيمبا وهي كل جواد كبوة في الحقيقة الأهلي خسر في مباراة ما كانش موفق فيها أطلاقها ما كانش يوم وأصلا وكان أداء يمكن مش على المستوى المطلوب بالنسبة لنادي الأهلي لكن ده ويرد وبيحصل فبالتالي ده تحدي مهم أن انت تغير الصورة دي بتاعة آخر مباراة تحديدا أمام سيمبا من خلال الفوز بشكل جيد النهاردة على فريق طلع الجيش من ضمن الأهداف كمان الوصول للنقطة الـ 24 في بطولة الدوري الأهلي 21 نقطة بيسعى طبعا من فريق المباراة المتتالية والمؤجلة تحجيدا أن هو يوصل لقمة الدوري بإذن الله وأيضا ثالث حاجة استمرار التفاوق على طلع الجيش لو كان الجيش مفسش إطلاقا على النادي الأهلي في بطولة الدوري عايزين نستمر في هذا الرصيد من الاقتصارات على فريق طلع الجيش وإن شاء الله بإذن الله من نتعرضش له هزيمة إطلاقا ده فيما يتعلق بترند الأهلي والحديث كان أكيد بتفاصيل كتير عن مبرات اليوم لكن خلينا نأخذ مشاركات حضراتكم من خلال تواصلكم معنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وتوقعاتكم لنتيجة المبراني بتدي بمعاذ حمدي الأزهري واللي بيقول إن شاء الله فوز الأهلي بنتيجة ثلاثة مقابل لاشيء قهربة والقضية أفشة ماشي والسلية نتمنى بإذن الله كريم السيد قال ثلاثة سفر للأهلي إن شاء الله هترك بواليا عشان يعود اللي فات سوكة كبيرة واضحة عند جمهور النادي الأهلي في هذا اللعج نتمنى له كل التوفيق وليد الحناوي قال الأهلي اتنين سفر حمدي فتحي واجيه أي نكمل يجيب الأهداف مهم الأهلي يفوز بإذن الله تعالى كمان آخر حاجة أو آخر توقع معنا من خلال مختار واللي بيقول إن شاء الله اتنين سفر للأهلي بإذن الله الأهلي يكون موافق بإذن الله الأهلي يفرح جماهيره كالعدة من خلال مباراة اليوم وسلاثة نقاط تكون جديدة في مشوار النادي الأهلي نحو الحفاظ على لقب بطولة الدوري المنتاز هذه بطولة الهمة الله الأهلي يكون موافق النهاردة ويقدر يحقق نتيجة إيجابية مميزة وأداء كمان يكون مميز للفريق يستعيد من خلاله سقطه قبل مواجهة غاية في الأهمية وهي مواجهة بيتا كلوب يوم أو الأسبوع اللي جاي تحديدا مفروض يوم ستة من شهر مارس دي كانت حلقتنا كمان من تريند النهاردة يستنونها في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج إن شاء الله إلى اللقاء